تجارب العلوم الماتعة الأزهار الملونة عندما نمر على محلات بيع الأزهار ففي الغالب نجد صاحب المحل يضع أزهاره في أوان بها ماء فهل نعلم ما سبب ذلك؟ ماذا نحتاج؟ أزهاراً بيضاء اللون؟ ملونات طعام مختلفة اللون؟ قوارير فارغة ومقصة الخطوات واحد نضع ألوان الطعام في القوارير الفارغة بحيث يكون كل لون في قارورة اثنان نضيف قليلاً من الماء في القوارير السابقة ثلاثة نقص الطرف السفلي للأزهار بشكل مشطوث لماذا؟ أربعة نضع زهرة في كل قارورة خمسة نراقب ماذا يحدث بعد مرور ست ساعات تقريباً ماذا حدث؟ لا بد أنك لاحظت أن ألوان الأزهار تغيرت حسب اللون الموجود بكل قارورة الفكرة العلمية النباتات بحاجة إلى الماء لكي تستمر حياتها ومن ذلك الأزهار فهي تمتص الماء عبر سيقانها وتنقله إلى التويج فكر ثم طبق ماذا يحدث لو زدنا طول الساق؟ ماذا يحدث لو زدنا تركيز اللون؟ ماذا يحدث لو تركنا الزهرة لمدة أطول؟ هل تستطيع؟ هل من الممكن أن تتلون الزهرة بلونين مختلفين في الوقت نفسه؟ فكر ثم ناقش مع معلمك قبل أن تطبق